نسيت الكلام وصدعت في فقرة تلت ساعة تلت ساعة أهليهم عامليني ازاي تقول يعني الأهلي اللي تقول يعني يعني العيال المتطورة واردودهم سريعة جدا وأنا ماشية في اتجاه معي سكريبت يا جماعة بحاول أمشي عليه إن احنا المذاكرة والطموحات والهدف والمستقبل كل الكلام ده اتحط على جنبه ودخلنا في بيبلع بتورشي بعد صندويتش الكوفتة والبنيه إيه الولاد دول؟ إزاي أشياء كده؟ نعمل معهم إيه؟ يعني اللي أنا يعني ممكن أتخيله ومش متأكدة منه مية في المية إن هو كمل قعدة على يعني المدخل بتاعهم مفتوح قوي على السوشيال ميديا بكل أنواعها بكل المنصات فالولاد عملين يكونوا معلومات ويكونوا خبرات وياخدوا من الكلام اللي بيتقالوا بيطلعوا هم عايزين فلوس واحد يقولك أنا عايز مش عارفة كام ألف جنيه وأطلع معاش معاش تمحها فين دي؟ موجودة طول الوقت على السوشيال ميديا وعلى كل المنصات الفترات اللي فاتت كلها الأرقام اللي بتتقالي يخلي أي واحد لو طول الوقت على السوشيال ميديا والولادة الصغرين بيعرفوا يدخلوا حتى لو الابليكيشنز بتبقى عاملة حد أدنى للعمر بس الولاد بيعرفوا يحطوا عمر مختلف وبيدخلوا وبيعملوا أكاونتز وبيبقى ليهم أكسس على أي حاجة في أي حتة فاللي انت بتقوليه ده متوقع جدا من اللي بتشايف بتكمل قادة على السوشيال بيعرفوا يعملوا نفسهم أكاونتز يا خيالي بقى أني فيه أهالي بتجذب قدام ولادها وتكتب السن 13 سنة لأنه ممنوع الابليكيشنز دي أقل من 13 سنة بتجذب قدام ابنها وتحط أن اسمه سنه 13 سنة عشان يتفتح له أكاونت طبعا يعني لما القدوة بتجذب قدام ولادها يبقى الولاد برضو متوقع منهم حاجات مختلفة وصادمة لأن هم مفتوحين على العالم هم مفتوحين على كل حاجة صح وغلط ولو الوقت يعني مفيش وقت فعلا بنحاول نخصصه أنا عارفة أن الموضوع صعب جدا وكلنا على فكرة في التحدي دا يعني مفيش حد أحسن من حد لأ أنا دخلة قلت إيه حقيبه يعني عشق من يحية أنا إيه ابني يعني مش هيبلي راسي بس لا 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 في حبيبي ما شاء الله خف الدم رهيبة مع اللماضة فأنتي تبقي على قد ما أنت مش بيصدق أردود على قد ما أنت بتتحكي من قدر ما هو دمه خفيف هي بقى الفكرة أن النقطة القوة دي تبتخذ ويتبني عليها هو عنده قدر على الكلام على أخذ الأفكار دي هي الشطارة بقى من الأهل أنه ياخدوا نقطة القوة ونبني عليها لأنه كل حد عنده نقطة قوة سرعة الرد يعني أنه هو يبقى عارف يرد على طول الانتباه للكلام دي حاجة حلوة على فكرة ميزة ونقطة قوة أخذها وابني عليها هو ده يبقى البناء يعني ما هو ماروان كان بيقولي أنا بحب أسأل كتير جدا أنا بعمل حاجة غير نسأل ولماضة أسئلة ولماضة يقول ده أنا فقلت له طيب الأسئلة دي بقى بتسأل المدرسة في الفصل قال لي آه طبعا بقول لها الهواء جاي من هنا ولا من هنا الكوفتة تتكل بحاف ولا بالشوكة يبني ما تسأل في المدرسة ما تسأل في المنهج يعني الأسئلة كتير أنت معلمانا اللي بيسأل كتير ده حد زكي أيها فالمفروض أنه يسأل في المنهج مش يلاهي المدرسة بأسئلة تانية أو ساعات بيبقى لا هي بسأل بيبقى فيه أسباب تانية يعني يعني البيهيفير ده أو السلوك ده لما بيطلع بيبقى احنا فاهمين أنه أنه ده عايز حاجة تانية ممكن عايز يبقى ليه دور معين في الفصل يبقى ليه شكل معين في الفصل فالمدرس برضو ياخد من الولد اللي زي ده ويبني عليه إزاي يستخدمه بتريك تفاقلك يعني طول متفاقلة على طول بتاخد الجباية من كل حاجة تقلبها الإيجابي وتوديها الحاجة إيجابية يعني الحاجات السلبية مش حاجة وحشة في الحياة بس هي الفكرة أنه احنا ناخدها فعلا وهنتعلم بيها إيه هنعمل